إلى ملف المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تحذيراته بمركز سيدي موسى إن أجرى ثاني حصة تدريبية له قبل التنقل الخميس إلى العاصمة الكاميرونية ياوان دي لمواجهة منتخب الكاميرون ضمن الجولة الخميسة من تصفية المونديال الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة لوسائل الإعلام شهدت مشاركة جميع اللاعبين في انتظار التحاق لعب أمبولي الإيطالي بالنصب اشتركوا في القناة